السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصفحة رقم 11 استكمالاً لقصة بقرة بني إسرائيل يقول الله عز وجل قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون يعني ثم ثمادوا في تعنتهم قائلين ادعو لنا ربك يا موسى حتى يبين لنا مزيداً من صفاتها لأن البقرة المتصف بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها مؤكدين أنهم إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحه وكأن كلمة إن شاء الله هنا يعني كأنك بتقول له واحد هتيجي بكنا أقول لك إن شاء الله وهو فنيتن هو ما يجيش يعني الآية اللي بعد كده رقم 71 يقول الله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال لهم موسى إن الله يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل يعني ما بتشتغلتش في الأرض مطلوبة كده حرة تمشو حرة كده ولا في الحراثة حراثة الزرع ولا في سقية الأرض يعني بتعلقش في سايا زي البقرة لكان بيتعلق في سايا زمان وهي سالمة من العيوب ما فيش فيها أي عيب ولا جرح ولا خدش ولا أي حي ليس فيها علامة من أي لون آخر غير اللون الأصفر وعندئذ قالوا بعد كل دبأ الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما وذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعلّد يقول الله تعالى وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْلِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وزي ما ذكرنا قبل كده هو ده السبب إلا علشانه ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بذبح البقرة إن فيه واحد يتأثل من بني إسرائيل وكل واحد يبرأ نفسه ويتهم غيره فربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يكشف الآت الحقيقي فقال لهم إسبحوا بقرة وهاتوا قطعة لحمة منها وضروا بها الميت فيحييه الله سبحانه وتعالى ويقول على اسم القاتل واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم كل يدفع عن نفسه تهمة القتل ويرمي بها غيره حتى تنازعتم والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البقرة يقول الله تعالى فقلنا ضربوه ببعضها يعني بحتة منها فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا لكم اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله فأخبر بقاتله ومثل إحياء هذا الميت أمامكم يحيي الله تعالى الموتى يوم القيامة ويريكم الدلائل البينة على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنوا حقا بالله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم يا بني إسرائيل من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة التي ذكرناها في الآيات السابقة حتى صارت وأصبحت كالحجارة بل أشد صلابة من الحجارة فهي لا تتحول عن حالها أبدا وأما الحجارة فتتغير وتتحول فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبة وليست كذلك قلوبكم يعني قلوبكم أشد من الحجارة وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم به وسيجازيكم عليه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفترجون أيها المؤمنون الخطاب متوجه الوقت للمؤمنين أصحاب القرآن أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وصفاتهم وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ومن تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعترافات بصدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فوائد الآيات واحد أن بعض قلوب العباد أشد قصوة من الحجارة الصلبة فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى سبحان الله إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء اثنين أن الدلائل والبينات وإن عظمة لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما وخاشعا يعني إن لم يكن القلب عنده استعداد للتوبة والمعرفة والعلم كل البينات وكل الدلائل وكل المعجزات ما تنفع معهم يعني ربنا سبحانه وتعالى أحيى قدام عينهم واحد كان ميت أحياء ما فيش فايد ربنا سبحانه وتعالى شال الجبل وحطوا فوق دماغهم برضو ما فيش فايد ربنا سبحانه وتعالى مش عليهم غمامة سحابة تظلهم وتضلل عليهم طول ما هم مشين في التيه برضو ما فيش فايد ربنا نجهم من فرعون وشألهم البحر ومشوا قدامه وربنا أغرق فرعون قدامهم وبرو ما فيش فايد تلاتة كشفت الآيات حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود حيث توارث الرعونة والخداع والتلاعب بالدين معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات الآية رقم 71 كلمة لا ذلول يعني ليست هيينة سهلة للقياد لأنها البقرة دية كانت منهية صغيرة مشى في الغابات كده تسرح كده الوحيدة ما بتطربطش بحبل ولا حاج فعشان كده صعب السيطرة عليها وصعب أن حد يزللها لو يمسكها تثير الأرض يعني تقلب الأرض للزراعة يعني هي برضو ما تشتغلش في الزراعة زي ما كانوا بيستخدموا البقر زمان في حراثة التربة الحرث كلمة الحرث اللي هو الزرع أو الأرض المهيئة له كلمة مسلمة هذه البقرة مسلمة يعني مبرأة من العيوب ما فيش فيها عيب لو ادن مقطوعة ولا رجل مكسورة ولا فيها أي عيب كلمة لا شيئة فيها يعني لا لون فيها غير الصفرة الفاقعة كلها أصفر فاصفر كلمة فادارأتم فيها فادارأتم فيها يعني فتدافعتم وتخاصمتم فيها الآية رقم 74 كلمة يتفجر يعني يتفتح بسعة وكثرة كلمة يشقق يعني يتصدع بطول أو بعرض الآية رقم 75 كلمة يحرفونه يعني يبدلونه أو يؤولونه بالباطل الآية رقم 76 كلمة خلى بعضهم يعني مضى إليه أو انفرد معهم كلمة فتح الله عليكم يعني حكم به أو قصه عليكم من العلم الذي موجود يعني في التوراة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته